السلام عليكم يا حوش السنوية العامة النهاردة بنكمل مع بعض طبعا في حل كتاب الزتونة طبعا هنحل النهاردة مع بعض قطعة الفهم في كتاب الزتونة في صفحة 30 إن شاء الله يلا بينا نسمي اللي ونبدأ مع بعض هم حاجة تغطيق لصدقات الشلايك وفعل زر الجرس لنوصل لك كل جديد ويلا بيناه وحش بيقولينا في قطعة الفهم طبعا اللي هو بيقولك Add school في البدرسة You probably انت من المحتمل had the support كان عندك الدعم of your teachers من مدرسينك from your family من عيلتك and your friends ونصدقائك When you leave secondary school لما انت سبت المدرسة السنوية بقى خلاص بقى ودخلت الجامعة بقى وخلصت الجامعة وهكذا بقى يا سيدي بقى You will start هتبدأ بقى to have a responsibility هتكون عندك مسؤوليات بقى يا عم for you for your own life لحياتك الخاصة this means ده معنى being in control of your time طبعا ده معنى انك تتحكم بوقتك and also choose your career تختار طبعا الحياة المهنية بتاعتك تبقى عاملة ازاي however لكن it's important ده من المهم never to forget ما تنساش ابدا the values القيم and morals الأخلاق اللي that your family اللي عيلتك and your school والمدرسة بتاعتك have taught you اللي هي علمتها لك طبعا المدرسة مش بتعلم بس التعليم العادي طبعا لا بتعلم كمان الأخلاق ومدرسينك بيعلموك الأخلاق وقيلتك كمان علامتك الأخلاق to respect not only older people اظهر طبعا الاحترام مش بس على الناس الكبيرة لا لك but also to younger people للناس الصغيرة both male and female لكل من male يعني الذكور وال female يعني لناس يعني كل الناس تظهر لهم من الاحترام مهما كانوا منهم remember to be tolerant لا تذكر انك تكون متسامح of people للناس where you are different to you انهم مختلفين عنك be loyal كن وفي أو أمين يعني وفي all your friends لأصحابك when you are at work لما تكون في الشغل make sure تأكد ان that you help and your work colleagues انك تساعد بقى اصدقائك في الشغل وهكذا ما تبقاش اناني it's good to be ambitions طبعا دي حاجة حلوة انك تكون طموح but not envy ما تكونش حسود the people who are promoted before you اللي هما ترقوا قبلك قوة تكون حسود أو حقود عليهم be patient تكون صبور and always and always work hard and you will be rewarded one day وفي يوم الايام هتكافأ طبعا ربنا هيكافأك مفيش عمل بدون مكافأة من المولى سبحانه وتعالى طبعا when you are not when you are not at work لما ما بتكونش في الشغل spend some time قضي شوية وقت helping your local community قضي شوية وقت انك تساعد بقى الناس اللي حواليك أو المجتمع اللي حواليك مجتمع المحل this is an excellent way دي طريقة حلوة جدا انك to meet a new people انك تقابل ناس جديدة طبعا من خلال التطوع وطبعا والأعمال الخيرية وهكذا and not to and and to help improve the leaves of others وحاول ان انت تحسن حياة الاخرين try to help the poor حاول تساعد الناس الفقراء whenever you can ايا كنت تستطيعي most people معظم الناس find that a voluntary and charitable work is so rewarding معظم الناس طبعا بيجدوا ان الأعمال التطوعية والخيرية مجزية للغاية لدرجة ان هما بيخليهم ايه so are they are happy to do it خليهم سعداء طبعا هما يعملوا حاجة زي كده your school المدرسة بتاعتك have to teach you علمتك how to pass your exams علمتك ازاي تعدى الامتحانات وازاي تنجح فيها but it's also to teach you لكن ايضا علمتك المدرسة بتاعتك important values قيم مهمة جدا and morals واخلاق that help whatever career you choose اللي هو اي حتى في اي كرير او اي حياة مهنية انت تختارها تعني ابدأ مع بعض ايه قطع حلوة جدا ولذيذة ابدأ مع بعض اول سؤال بيقول لك the main idea اللي هي الفكرة الرئيسية بتاعت القطع دي بتتكلم على ايه بقى بتتكلم يا جماعة اللي هو how to be ازاي تكون ناجح after leaving school بعد مغادرة المدرسة او بعد ما تسيب المدرسة طبعا وتخش المرحلة جمعية مرحلة تانية طبعا اه طبعا بتتكلم على كده مش بتتكلم how to be successful at your school مش بتتكلم ان انت ازاي تكون ناجح في المدرسة بتاعتك ولا تكون متسامح مع الناس وهكذا ولا ازاي تكافأ في يوم دعا طبعاً بتكلم على ان ازاي تكون ناجح بعد المدرسة او تكون عندك الاخلاقيات انك تكون ناجح بعد المدرسة بعدها تسيب المدرسة مش بتسيبها خالص لا يعني بعدها نخلص المدرسة يعني طيب In your future career فيه الحياة الوظيفية بتاعتك المستقبلية نقط will support you ايه اللي هيساعدك؟ ايه اللي هيساعدك تخيل كده يعني من غير ما تبص على الاجابات ايه اللي هيساعدك؟ اكيد الاخلاق بتاعتك والقيم بتاعتك اللي هي المورالز اند فاليوز اي اخلاق واي قيم هي اللي هتساعدك في اي حياة مهنية هتمر به اكيد مش your family و your teachers لا مدرسينك ولا عائلتك هتساعدوك اخلاقك وقيمك هي اللي هتساعدك ولو ساعدك اهلك او كده مرة مراتين مش هتكمل معاك طبع عمرها لازم الاخلاق والقيم تكون مزرعة فيك اكيد مش your school and colleagues واصدقائك لا طبعا في المدرسة ولا الميلز والفيميلز ولا الرجال والسيدات طبعا غلط انا بتكلم على الاخلاق والقيم بتاعتك يا اللي تساعدك فيه ايا كانت حياتك المهنية اللي في المستقبل هتكون ايه؟ طيب رقم ثلاثة voluntary work العمل التطوعية العمل التطوعية is rewarding بيكون مجزي على الرغم انه اي بقى؟ بيكون مجزي بحاجة حلوة بتكسب منها حاجة يعني على رغم انه بيكون unpaid غير مدفوعة طب ايه بقى المجزي في كده؟ المجز انك انت بتقابل ناس جديدة وبتعرف على الناس جديدة وبتقسب قيم جديدة وبتصحي فيك قيم قديمة كانت مزرعة فيك ونت صغير وبتحس انك انسان يعني اي عمل تطوعي او انك تساعد بني ادمين تانية مش منتظر منهم حاجة سدقني دي بقى حاجة حلوة وحاجة لطيفة unseen معناها غير مرئي طبعا غلط valueless غير القيمة طبعا غلط fruitless طبعا غلط طبعا رقم اربعة بيقولك remember to be تذكر ما تكون بي متسامح مع الناس اللي هم ايه بقى؟ بيكونوا مختلفين معاك طبعا اللي هو different to you مختلفين معاك اكيد مش different to your colleagues مش مختلفين مع اصدقاء العمل ولا مشابهين لاصدقاء العمل ولا مشابهين لك لا حاول تكون متسامح مع الناس اللي مختلفين معاك مهما كان الشخص مختلف معاك حاول تكون متسامح معاك وعنده وعندك قدر من التسامح يعني رقم 5 كونك ايه بيساعدك to get on will with other people كونك ايه بيساعدك انك تبقى احسن مع الناس التانية كونك تكون ايه بقى متسامح كونك متسامح ده بيخديك انك انت تعامل مع الناس التانية وتكون طبعا في صورة احسن بالنسبة الناس التانية كتير طبعا طيب رقم 6 اكيد مش عنيف طبعا ولا شي خجول ولا الشيم ده اللي هو خجول طبعا صوري رقم 6 ناس الشباب يعني to become responsible بيصبحوا مسؤولين امتى بقى بعد الجامعة لما after university ويا جماعة يا ريت يا جماعة نبقى مسؤولين قبل الجامعة كمان بدي بقى افضل لنا والله يعني قبل ما نخلص المحارك الجامعية نبقى مسؤولين نشتغلوا احنا في الجامعة نشتغل ربنا ان شاء الله كلنا هتخدش الجامعة السنة الجاية حاول تشتغل متفي الصيف حاول تعمل حاجة جدا في الصيف ما تكونش ما تستناش لما تخلص الجامعة عشان تبقى مسؤول يعني رقم 7 كلمة A from the passage كلمة من القطعة معناها للناس who live in the same area كلمة من القطعة معناها الناس اللي بيعيشوا في نفس المنطقة كلمة community معناها الناس اللي بتعيش في نفس المجتمع او نفس المنطقة في الصور الرقم 8 بيقول لي ايه من تحت دول بيلخص الparagraph الثاني second paragraph الثاني جماعة كان بيكلمني على ازاي تكون او ازاي التعليمات اللي انت لازم تعملها عشان تكون في المجتمع ان انت طبعا تفيد الناس وانك انت ما تكونش يعني غيور وما تغيرش من غيرك وانك تحاول انك تكون تساعد الاخرين وهكذا طيب الرولز انك تكون نجح في المدرسة لأ طبعا غلط التعليمات اللي هو you have to obey لازم تطيعها في your community صح يا جماعة بنتكلم على التعليمات اللي لازم تعملها علشان في المجتمع بتاعك طبعا ازاي التعامل مع اصدقاء العمل اللي لا ما كانش بيتكلم على كده طبعا لأ اا اخر واحد بقول لك some trips في بعض الرحلات بتساعدك انك تكون healthy يتكلمش على healthy كان بيتكلم على شوية تعليمات لازم تعملها او لازم تطيعها في المجتمع بتاعك علشان تبقى احسن طبعا و افضل و ويعود عليك وعلى عائلتك وعلى حياتك كلها بحي افضل المهم يا جماعة كده خلاص خلصنا في القطعة الفهم ان شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي واضغط لايك بقى الوصف اضغط لايك وسبسكرايب بقى والحاجات الجميلة دي واشترك طبعا في القناة طبعا وانا عندك سؤال يستفسار ممكن تسيبه تحت والفيديو الجاي ان شاء الله نحل مع بعض الوحدة التالتة واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته